السادة الحضور قبل أن نبدأ الجولة التفاقدية للحملة أريد أن أتحدث كلمة شخصية أحب أن أعرفكم بحالي أنا داليا تربيت وكبرت ببيت الله وهابني في أب فلسطيني وأم مصرية جواتي غصم زيتون شامخ تروي مياه نيل مصر العظيمة كفلسطينية أوقف وكل شموخ قدام صمود أبناء شعبي رغم كل اللي بيصير بحقهم من مجازر وحملات إبادة ممنهجة لكني بوقف بعين دامعة وقلب منفطر وأنا بشوف أطفال صغار بتموت كل يوم وأمهات تحضن أنفاس أطفالها لآخر مرة وعائلات قاعدة بتنمحها بالكامل من سجل الحياة وجريمتهم الوحيدة إنهم فلسطينية بعيني الثانية بشوف مصر العظيمة الحضن والملاز الدائم لأهل فلسطين بيقولوا إنه من رحم المعاناة بيولد الأمل ومن قلب المأساة بيولد الفرج هذا الفرج بالنسبة لنا كفلسطينية كان أنتوا يا أهل مصر الدرع الأول وحامل قضية الفلسطينية عمر التاريخ في وحدة حال وكأهل دائما كنتوا معنا في أحلك وأصعب اللحظات أدمت ألاف الشهداء والمصابين وأدمت كل أنواع الدعم سياسي واقتصادي ومعنوي وصولاً للإيغاث لأعدين بنشوفه معكم اليوم هالشاحنات الأعدى بتنطلق من مصر لتوهب الحياة مجدداً لقطاع غزة الجريح إن دعم وتوجيهات القيادة المصرية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورغم كل التحديات كان ولا يزال المي اللي بتروي غصن الزيتون الأبي لا يزداد سموده شكراً من القلب لمصر وشكراً من القلب لشعب مصر وشكراً من القلب لصندوق تحيا مصر قد صدقتم الفعل والقول وصدق اللي قال من مصر هنا فلسطين ترجمة نانسي قنقر